أكو مجموعة مواصفات من نسمحها متوفرة بوقت واحد وبشخص واحد رح نتخيلها مواصفات بطل خارق برواية أو مواصفات شخصية أسطورية لكن بالعراق رح تسمع عن مواصفات مثل اللياقة البدنية العالية الخلق والصبر الطويل قدرة تحمل الحرارة والبرودة التمدد والتقلص التواجد في أكثر من مكان بوقت واحد وقدرة تحمل الصدمات أو غيرها من المواصفات كلها تكون لازم توفرة ويحتاجها المواطن العراقي حتى بس يقدر يكمل معاملته بدوار الدولة لأن بالعادة من يريد يخلص معامله رح ينشلع قلبه ويدفع جهد ومال ووقت وصحهم وبعدها لو تخلص المعاملة لو ما تخلص هذا المضحك المبكي يخلينا نوقف عند هاي الحقيقة وهي أنه إنجاز المعاملات في أي بلد بالعالم معيار رئيسي لمستوى الخدمة بالبلد واهتمام الدولة بالمواطن أو العكس وبالعراق من المعاملات اللي واقف عليها حياة هوايا ناس هاي البطاقة الوطنية الموحدة واللي بعد أن تتوقف اصدارها أو توقف اصدارها لفترة ومن ثم عودة العمل بيها بقى إنجازها واستلامها يحتاج إلى أشهر زين المواطن شنه ذنبه وشنه يكمل معاملاته الأخرى بدونها باعتبارها وثيقة إثبات هوية أساسية ولياش مضطر هل قد ينتظر واللي عنده حالة طارة ايش راح يسوي من السبب ولياش